اشتركوا في القناة الامر الذي يستوجب تضافر الجهود العربية لتصدير المخاطر المتنامية وكل ما قد يزعزع الامن العربي وينتهك سيادة دولنا ويشعل القلاقل ويثير الفتن وقال ان مملكة البحرين تؤكد على الحاجة الملحة للدول العربية للتكاتف واخذ كافة التدابير لمحاربة فكر التطرف والارهاب وكشف مصادر تمويله الذي من شأنه زعزعة الامن والاستقرار في وطننا العربي واضف ان من ثوابت مملكة البحرين رفض التدخلات الخارجية في شؤون الداخلية لأي دولة مؤكدا استنكار مملكة البحرين ورفضها لتبني اطراف خارجية لميليشيات وتنظيمات ارهابية وجماعات متطرفة متواجدة في وطننا العربي هذا واكد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت بشأن القضية الفلسطينية ودعمها لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية واعرب وزير الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين باعلان المبعوث الاممي الخاص باليمن عن تبديد الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة لمدة شهرين اضافيين وتقديرها لجهود المبعوث الاممي للتوصل الى اتفاق هدنة موسع واكد وزير الخارجية على ان الامن المائي جزء لا يتجزى من الامن القومي العربي معربا عن دعم مملكة البحرين لكل من مصر والسودان في قضية سد النهضة وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وامنهما المائي في نهر النيل اشتركوا في القناة